يلزم أنني أقرأها بعد الصبح أو في الليل تقول بعض الناس يقولون لازم الصبح أو شيء أو لازم في الليل يا أم محمد الله يرى لك أولاً النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة هذا أمر الأول الأمر الثاني سورة البقرة تقرأ في البيت وفي المكتب وفي الدوام وفي العمل وفي أي مكان ولا يلزم أن نحدد لها مكان الأمر الثاني بالنسبة لوقتها ليس لها وقت تقرأ في النهار والظهور مثلاً وفي المغرب أو العشاء أو الليل ويجوز قراءتها ليلة ونهاراً تقسيمها على الليل والنهار فاللي يقول لك يلزم وكذا هذا أخطأ أخطأ خطأين الخطأ الأول التجرع على الشريعة والتجرع على الفتوى والأمر الثاني يعني في مسألة هي مستحبة كيف يقول يلزم وما يلزم يعني كلام حقيقة ثقيل وخطير ولذلك تلفاظنا الأصر أنك يعني الأفضل تقرأينها في البيت لكن في أي وقت شأتي والأفضل تقرأينها مرة واحدة وإذا ما استطعت تتقسمينها على الليل وعلى النهار